قتل ستة أطفال ونساء من عائلة واحدة بمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي النبي أنعام بمدينة بعلبك شرقي لبنان أضفت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة معادية شنت غارة على منزل ما أدى إلى تدمير وإلحق أضرار في البيوت المجاورة وإصابة تمانية مواطنين هجمات مستمرة وغارات لا تهدأ فوق سماء لبنان وبمرور الوقت يزداد الوضع سوءا في ظل غياب أفق الحل السياسي في الوقت الحالي لتتفاقم أزمة لبنان ففي أحدث التطورات الميدانية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على لبنان على فروع لجمعية مؤسسة القرد الحسن التابعة لحزب الله بعد أن قصف مواقع للحزب في أنحاء البلاد وكالة الأنباء اللبنانية أفادت من جانبها بأن عدد الغارات على الضحية الجنوبية لمدينة بيروت بلغ 11 غارة منها غارة على موقع بالقرب من مطار رفيق الحرير الدولي لافتة إلى أن الضربات استهدفت كذلك أهدافا في بعلبك والهرمل ورياق بشرق لبنان وعلى جانب آخر ذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله أن تل أبيب طالبت بالسماح لقواتها بالمشاركة في تنفيذ فعال لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود لافتا إلى أن إسرائيل طالبت بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني وتعليقا على هذه الشروط قال مسؤول أمريكي الأكسيوس أنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل التطورات المستمرة والتحركات الإسرائيلية تؤكد بشكل لا لبس فيه نواية تل أبيب وخططها في التعامل مع الموقف وجرها المنطقة بأكمالها لحالة من التوترات غير المسبوقة ورفضها لخفض التصعيد